بالتأكيد بعدما تم الحديث عن ما يزيد عن استقبال أكثر من عشرين إشارة وتلبية نداءات واستجابة سريعة جداً لهذه الإشارات وبالتأكيد تقديم المساعدة بالشراكة ما بين بلدية طول كرم والعديد من الجهات المسؤولة يطيب لنا أن نتحدث مع سيد حكيم أبو صفية رئيس قسم الطوارئ في بلدية طول كرم صباح الخير يعطيكم العافية صباح الخير لأهلنا وأحبائنا في مدينة طول كرم مع تمنياتنا لهم بالسلامة وجو جميل إن شاء الله إن شاء الله يعني بداية الثلوج صحيح شوي هيك إحنا متفائلين شوي إن شاء الله طيب تحدثنا أكثر عن التعاملات وقبل قليل كان هناك نهاية لتعامل مع نداء استغاثة في إحدى المناطق بشرقية طول كرم في ذدنابه صحيح يعني إحنا لحتى اللحظة بلدية طول كرم أو طوكم بلدية طول كرم والدفاع المدني والعمليات المشتركة حاليا بيكون بتعامل مع أحد المنازل في ذدنابه هذا المنزل كانت تدفق عليه مياه الأمطار نتيجة إنه السكف فيه عبارة من الإسبست نعم وكان فيه برضو نتيجة حالة الحالة الاجتماعية الخاصة في المواطن الموجود في ذدنابه طواكمنا حاليا بتكون على تغطية السكف الموجود وأبلغوني هسا قبل ما أدخل للتلفزيون بأنه خلال دقائق سيتم انتهاء العمل هناك وحتى بنكون فرقة تانية رحت مشان تشحن الكهرباء أو تكون بإجراء اللازم نعم من أجل إيصال الطير الكهرباء إلى المواطن وطبعا برضو كانت في هناك طواكم أخرى كانت بتعمل زي هالأحمر وحاليا بيكون بتوفير الأغطية والفراش الخاصة للمواطن طب يعني بالحديث عن الحالة الجوية لمحافظة طول كرم والأجواء المختلطة في هذه المحافظة يعني بالنسبة للسقوط الكثيف والغزير للأمطار في محافظة طول كرم هذا أدى إلى إشباع الأراضي والتربة أيضا بمياه الأمطار وقد يكون ويتولد لدى البعض أو حتى لديكم أنتم كجهات مسؤولة التخوف من أن يكون هناك ويتتشكل أزمة للمياه وانسداد بعض العبارات يعني كيف تعاملتم مسبقا واحتياطا مع مثل هذه المعضلات أو المشكلات التي من المحتمل أن تواجهكم نتيجة كثافة الأمطار وغزارتها يعني احنا حقيقة في موضوع المنخفضات الجوية حقيقة زي ما كلنا سابقا للأمانة أنه كان اهتمام أخونا رئيس البلدية يادي جلاد الاهتمام في غرفة الطوارئ في بلدية طول كرم وتجهيزها من كل ما يلزم للتعامل مع أي منخفضات أو أي كوارث متوقع احنا كعادة كل سنة زي ما تفضلتو بنكون في خطوات استباقية بتفقد جميع الأماكن المنخفضة وجميع الشوارع الخاصة في المدينة اللي دائما هي ما بتكون موصولة في عبرات تصريف مين حقيقة احنا على مدار الأسبوع اللي فات فرق الطوارئ والأكسام كافة الأكسام في بلدية طول كرم وكانت هذا بتعلمات حقيقة رئيس البلدية بأخذ الحيطة والحضار وإجراء اللازم احنا على مدار الأسبوع اللي فات كمنا بتفقد جميع هذه الأماكن وفتحها وتسليك المجاري الأودية والمناطق المنخفضة لإبعاد المية أو السيول عن الأماكن المنخفضة هذا حقيقة ساعدنا كثير في هذا المنخفض تعاملنا مع حوالي ما يقارب 25 بلاغ مبارح ما بين من الساعة حوالي الواحدة لغاية الساعة 6 مساء حوالي 25 بلاغ كانت هذه البلاغات كلها هي انسداد في عبرات تصريف المية في البيوت المنخفضة انسداد في بعض الشوارع اللي هي كانت أصلا ترتفع منسوب المية فيها نتيجة بعض الأوساخ طيب السؤال يعني في بعض الحالات اللي بصل لها حالات غمر المياه يعني نتسأل هل إنه بالفعل إحنا سنكتسب الدرس لإصراع في عملية مشاريع مثلا جدران استنادية لمنع تكرار هذه الحوادث من حالات الغمر في المنخفضات القادمة أو السنوات القادمة صحيح يعني أنا زي ما تفضلت مبارح حكيت أنه حقيقة على مدار الثلاث سنوات اللي فاتت كان في هناك اهتمام كبير من أخواننا في المجلس بلدي ورئيس البلدية بضرورة اللي هو العمل في البنية التحتية ومضاعفتها وكثير من الخطوط حقيقة يعني إحنا كثير من الشوارع حاولنا توسعة اللي هو خطوط تصريف المية وهذا كله خفف من الأزمات أو خفف من السيول أو انستداد في بعض الشوارع أو الأماكن طب يعني إحنا بالتأكيد نتواصل وإياكم والسيدة المشاهدين وبالتحديد الحديث في المناطق القريبة من الأودية الواديين وادي زمر ووادي التين يعني فيه منسوب من المياه جار الأودية لكن مش بالمستويات اللي يعني قد تشكل خطورة في هذه اللحظات مراقبتكم لمنسوب المياه في الأودية اللي يعني تحيط في محافظات طول كارف إحنا بخصوص الأودية يعني أصلا ما فلتناها من حوالي سنتين متابعتها باستمرار وعلى مدار الساعة بخصوص وادي التين إحنا يعني آخر جولي كانت إلنا ساعة خامس صباحا ما كان فيه على امتداد الواد ما بين مفرق الشوبكي وحتى قبل المعبر بخلينا نكون بخمسين متر ما كان فيه ارتفاع ماي بتعدى العشرة سنتين موضوع وادي الزومر وادي الزومر لا هو كان فيه منسوب ماي موجود وخاصة إنه هذا الواد أصلا موصول فيه أو دائما ماي ماشي فيه ولكن إحنا بنراكب فيه على مدار الساعة لأنه زي ما شفتوا أو تفضلتوا إنه أعتقد إنه مشروع الجسر ما انتهاش أو انتهملوش لسه شهرين صحيح لكن فيه باتجاه الشرق بعض المناطق الدايقة وتم تنظيفها حقيقتان وإحنا بنراكب فيها يعني الحمد لله بخصوص الأودية ماشي والحمد لله من الأسبوع اللي فات أو الجمعة اللي فاتت كمنا بفتح بعض القنوات اللي جاي من الشوارع اللي باتجاه الشرق اللي من أجل إنها ما تتعمل انسداد في الشارع حولناها على الواد طب يعني الانخفاض الذي نلمسه في الساعات المتنوع طبعا هذا الانخفاض في درجات الحرارة هل يؤدي إلى حدوث مشاكل في الطيار الكهربائي خاصة وأن طول كرم يعني قد تتعرض شبكة الكهرباء المتوفرة لديها لبعض المشاكل يعني كيف تطمئنون المواطن في مثل هذه الحالات وهل وارد جدا أن يتم انقطاع الطيار الكهربائي في حال خفضت بشكل مفاجئ درجات الحرارة يعني أول شي بدي أقول بالنسبة لكسم الكهرباء الله يعطي العافية نعم أكيد حقيقة كسم الكهرباء بعمل على مدار الساعة وزي ما كنا أنه فتحوا كمان غرفة عمليات هذه غرفة العمليات اللي بديرها كبار مهندسين في كسم الكهرباء وضاعفوا حقيقة الطاكم الفني إلى ما يقارب 30 واحد إحنا على مدار الثلاث أربعة أيام اللي فات وقمنا بتفقد وفحص جميع المركبات الخاصة في كسم الكهرباء من المنفوات خوفا من تعطيلها اللي من أجل الاستمراريتها في العمل والتعامل مع الحالات تفقد الشبكة نفسها صحيح تفقدنا خطوط الضغط العالي بالكامل أو الشبكة في داخل المدينة زي ما حكى أخواننا في قسم الكهرباء أنه تقريبا ما يقارب 85% من الشبكة تم استبدالها بالسلك المجدول وهذه تقريبا خلينا نقول إمكانية الخلل فيها راح تكون ضعيفة جدا ولكن هذا شيء بعلم الغيب لما إحنا بتدنى درجات الحرارة أو بتصير فيه هناك عواصف رعضية أو أمطار من الممكن أنه تصير فيه هناك انقطاع الكهرباء ولكن إحنا بنقول للناس وبنطمنهم أنه قسم الكهرباء جاهز طواكم الطوارئ جاهز الحمد لله رب العالمين إحنا ماخدين أو عاملين جميع الإسعدادات للتعامل مع كل الحالات اللي ممكن تنتوج نتيجة المنفوات ولكن بس قفنا خالي ولكن إحنا بنطالب الناس وبنطالب إخواننا وأحبائنا في هذه المدينة بضرورة الإبلاغ عندما يبلغونا في موضوع معين إنه إحنا تقريبا كثير من الحالات كانت تجينا بإنه البيت فيش فيه كهرباء بنقول للناس ياريت لو تتفقدوا كرت الشحن تتفقدوا الأمنات كثير من البلاغات كلنا نطلع لها إن لاكي كرت الشحن طبعه ما فيش فيه رصيد كثير من البلاغات اللي لاكي في عنده مشكلة في الأمنات هذا كله حقيقة بستهلك أو بستنزف من طاقة إخواننا اللي بيعملوا في خضر المجر وممكن يكون في بلاغات يعني هي أكثر حاجة لتوجه هذه التواقم الفنية من بلاغ آخر يعني خلينا نقول تقييم الموقف صحيح كل إخواننا وأحبائنا في مدينة طول كريم إنه بلدي طول كريم وإخواننا في الدفاع المدني والمشتركي وكل المؤسسات على هبة الاستعداد حقيقة يعني إحنا على تواصل دائم مع كافة الشركاء من أجل أخذ الحيطة والحضر والتعامل مع أي طارق بنتوج نتيجة حضر منخفض طيب يعني إحنا بالتأكيد المتواصلين في ظل هذه الظروف وأكيد إنه الغرف العمليات المشتركة لا تقف فقط على جهود التواقم الفنية والميدانية للبلدية يعطيهم العافية القطاع الخاص إلو الوقفة كذلك أيضا الدفاع المدني الهلال الأحمر الأمن الوطني المؤسسة الأمنية يعني هل بالفعل يعني إحنا وصلنا لدرجة خلص يعني بالنسبة إلى تكامل وتناسق الأدوار خلص يعني أصبح بات واضح لكافة المؤسسات من أجل الانطلاق للتعامل مع الحوادث دون أنه يكون عندنا بحث لكن إذا فيه تطوير وتدريب ليش لا يعني إحنا الحمد لله أنا بقول لك خضاء لحد ما نسبة تسعين في المية التواصل موجود ما بين والعشرة في المية وين المعيقات هي بتكون خلينا أقول لك بتكون أخطاء يعني بس يعني بتكون أخطاء غير مقصودة أما لا هو حقيقة الاستعدادات والتنسيق والانسجام ما بين إخواننا الشركاء سواء كان في الكطاع الخاص اللي أنا من هون من قبر شاشات قبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد بقدم بإسمي وبإسم أخونا رئيسي البلدية وإخواننا الشركاء كل الشكر والتقدير لهذا الكطاع اللي حقيقة أبدأ استعداده وعلى مدار الساعة نعم وبكل إمكانياته لخدمة هذه البلد حقيقة أنا بقول لكم وبقول لإخواننا إنه كثير من أصحاب الكطاع الخاص وأصحاب المعدات هم على هبة الاستعداد وأبلغونا وكمنا بالتواصل معهم على مدار الأيام اللي فاتوا وجاهزين لأي طريق نعم إضافة لذلك إنه حقيقة المؤسسة الأمنية كلها بالكامل جاهزة لا استقبال أي طارق يعني ماذا أيضا عن تعاون الجهات الأخرى خاصة إذا ما تم الحديث وجمعنا أيضا الجهات المسؤولة في غرفة العمليات المشتركة يعني نحن الآن تحدثنا عن قسم الطوارئ في بلدية طول كرم لكن عن تعاون الأطراف الشريكة في هذه الغرفة هل بالفعل الجميع أبدأ استعداده على قدم وساق هل الإشارة كانت يتم تلبيتها ويستجاب لها من كافة الجهات أم كان هناك تكثيف وجهود تبذل من جهة دون الأخرى شوفي أنا حقيقة بدي أوضح شغله في هذا الموضوع لا غرفة عمليات مشتركة موجودة تم تشكيلها في مدينة طول كريم هو حقيقة مشكور أخونا المحافظة اللواء عسام أباكر اللي برضو له اهتمام كبير في هذا الموضوع لكن أنا بدي أوضح شغلي إنه إحنا بنقول للناس إنه كلهم في مكانه بأخذ دوره واستعداده يعني إحنا مش بالضرورة إنه نيجي نقول طب وين الجهاز الفلاني لا هو كل المؤسسات الشركاء ذات الاختصاص في هذا الموضوع هي على هوبة الاستعداد يعني أنا أعطيك مثلا مبارح كان فينا عمل في منطقة نفرق المقاطعة نتيجة انقطاع طيار كهربائي طواكم الفنية للكهرباء كانت المنطقة مظلمة مباشرة الشرطة طلعت وأسندت إخواننا في القسم الكهرباء نعم الأمن الوطني مباشرة كان كذلك نفس الحال بإسنادهم وإرسال كشفات لهم وعملونهم منطقة نهار من أجل تسهيل العمل في المكان أنا اللي بدي أقوله لا حقيقة كل في مكانه هو جاهز وبيخدم بطريقته ما في هناك واحد مقصر ما في هناك واحد لا كل هاي الأماكن هي فاتحة غرفة عمليات وعلى تواصل من خلال غرفة العمليات لكن سيتم العمل يعني من باب التغذية الراجعة في من يعني كان بإمكانه أن يبذل جهود أكبر توصية التعامل أفضل في المستقر يعني لا ضرر في أن يكون هناك نقاش ما بعد المنخفض وما بعد التعاون الذي كان بينكم ليتم أيضا معالجة بعض الثغرات إن وجدت لدى بعض الجهات المتعاونة معكم أليس كذلك؟ الصحيح يعني ما هو إحنا حكينا بنقول يعني كان في السابق أنه كل واحد يرمي الحمل على الآخر سواء كان المواطن أو حتى الجهات التي تتعامل ذات الاقتصاص لا اليوم لما إحنا بنقول لها المواطن إنه في الشي اليوم تيجي تقول أنا ما قدرتش أوصل لبلدية طول كريم تم علان عن أرقام طوارئ لأكثر من جهة أي جهة أنت بتتصل فيها إذا الأمر هو بتعلق في بلدية طول كريم غرفة العمليات المشتركة مباشرة رح نتواصل معها وإبلاغنا في أي طريق وبالتالي هذه قضية إحنا نتهينا منها يعني وفرنا حاولنا نوفر أو نسهل على المواطن كيف ممكن يتصل في حال أي طريق لأي إن كان فلا حقيقة إحنا أخدنا العبار أخدنا عبار كثيرة نعم سواء كان على مدار السنتين ثلاثة اللي فاتوا وبعض الكارثة خاصة وحتى في كل شهر وفي كل موسم وفي كل أزمة إحنا بنواخد العبرة من اللي سبقت يعني إن شاء الله كل التحية والتقدير يعطيكم ألف عافية للتواقم الإدارية والفنية والميدانية اللي يعني على عمل متواصل في ظل هذه الأجواء الباردة ممكن نبعاد عن أهلهم لكن قريبين جداً من قلوب الكرميين والانتماء الحقيقي أنا بهمش بس بعد إذنكم يعني حقيقة أنا بدي أول شيء أتشكر كل الأخو العاملين اللي بيصهروا الليل لخدمة المواطن وأخص بالذكر حقيقة إخواني وعزائي اللي بيعملوا في قسم الطوارئ في بلدية طول كرم اللي حقيقة للأمانية يا إخوان على مدار الساعة بالشوارع وفي أسوأ الأجواء أو في أسوأ الظروف حقيقة كل احترام لهم أتمنى لهم السلامة وبتمنى السلامة إلى أهلنا وحبنا ونحن كذلك أيضاً نتمنى السلامة لكافة الطواقم وكافة أهلنا في هذا البلد الحبيب سيد حكيم أبو صافية رئيس قسم الطوارئ في محافظة في بلدية طول كرم في محافظة طول كرم أيضاً شكراً جزيلاً لك وليحضورك